تؤدي الأحزاب السياسية دورا مهما في تنشيط الحياة السياسية وتشكل رقنا أساسيا من أركان النظم الديمقراطية ويدخل هذا الاجتماع في إطار تقوية الحوار والتشاور مع الطبق السياسية لتوفير بيئة ملائمة للتشاور من أجل التواصل إلى التوافق أو لكل القرارات المتخذة والتي تمس الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات التشريئية والمحلية والبلدية المقرر إجراؤها في التاثع والعشرين ديسمبر على وجه الخصوص وبناء على هذه البادلة الوطنية الحميدة التي تقوي أسس الديمقراطية في البلاد التقى رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد تدريس ديبتنو أصرح هذا اليوم الثامن عشر أكتوبر 2024 بقصر التومي التقى بعدد كبير من الرؤساء والأمناء العامين للأهزاب السياسية التي شاركت بفعالية كبيرة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل الماضي كان ذلك بحضور وزير العدل لحقوق الإنسان حامل أختام أبد الرحيم بن ريم حامد ممثلا رئيس الوزراء والنائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الانتقالي ووزير إداة الأراضي واللا مركزية ليمان محمد وبعض معاوني رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني بدأت الجلسة بكلمة قدمها فقامت رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد تدريس ديبتنو هيس أعرب عن شكره العميق والصادق لهم على قبول الدعوة وكذا مساهماتهم واختراحاتهم في الاتماعات والمشاورات المستمرة للعمل من أجل الحفاظ على السلام وتعزيز الوحدة الوطنية لبناء الديمقراطية الختاب حمل في طياته أيضا مواضي كثيرة ومهمة ومن ضمنها استكمال العملية الانتخابية في وقتها المحدد وتطبيق اللامركزية الطالب بها الشعب الشادي وهذه فرصة لأي حزب سياسي يعمل بكل جهد لكي يكون برلمانيين أو مستشاريين في البلديات وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية المقرر إجراؤها في التاثع والعشرين ديسمبر فإن الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات حددت جدول لانتخابات وبصفته دامين لمؤسسات الدولة أكد رئيس الجمهورية محمد جيز ديبيتنو بأن الانتخابات المحلية ستكون حرة وشفافة وأعطى تعليمات لرئيس الوزراء بدفع المستحقات المخصصة للأهزاب السياسية لكي تسهل تنفيذ استراتيجيات المترشحين في الانتخابات المحلية وطالب من كل الأهزاب أن يقوموا بمسؤولياتهم الموكلة إليهم يشار إلى أن مسل هذه اللقاءات السياسية ستدعم مسيرة الديمقراطية والحرية والعدالة في شات وهي ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية محمد جيز ديبيتنو في الجمهورية الخامسة